لدي أدوار متعددة كرئيسة وزراء ولكن في هذه اللحظة لدي ثلاث مهمات أساسية الأولى أن أعبر لكم وأنقل لكم رسالة حب ودعم وأننا جميعا نتشارك في نفس الحزن ولا أعبر عن ذلك بوصفي رئيسة الوزراء ولكن أعبر عن ذلك ومعي الكثير من الشخصيات مثل نائب رئيس الوزراء مثل زعيم المعارضة سايمون بريجز أعضاء من البرلمان النيوزيلاندي من كل الاتجاهات السياسية نحن متحدون في مواجهة هذا الأمر وفي مشاركتنا هذا الحزن نحن متحدون في الرسالة التي لابد أن ننقلها لكم أحد الأسئلة التي سئلت عنها كيف يمكن أن يشعر الناس بهذا الدعم وبالتأكيد هذا سؤال موجه لي وموجه لقادة هذا المجتمع ولكن هناك رغبة صادقة في أن نفعل كل ما هو ممكن المهمة الثانية الأساسية هي الحفاظ على أمنكم وعلى حرياتكم في ممرسة العبادة والتعبير عن عقيدتكم وكما كنا نتحدث قادة هذا المجتمع اختاروا هذا البلد كملاذ آمن كجهة أو كبلد يشعرون فيه بالأمن ونيزولندا اليوم ليست نيزولندا التي اختاروها وما شاهدناه خلال الساعات الماضية يعني أن علينا أن نتعامل مع نيزولندا وأن نرجع إلى نيزولندا التي نعرفها برضو أنا بعرض على حضراتكم أجزاء من رد الفعل السياسي لأنه ده جزء مهم إذا كنا نتكلم عن فكرة اليمين المتطرف نفس الست دي اللي هي جزياندا أردرن كانت بتكلم عن المنصات في كل ما نعرضها لحرقكم قبل كده أنه الأفكار المتطرفة دي موجودة طول عمرها بس طريقة نشرها ونقلها وتوزئها على الناس اختلفت ترجمة نانسي قنقر